خبر من الأخبار المهمة لجماهير وأعشاق كرة القدم خاصة الجماهير في القاهرة ناء استاذ القاهرة الدولي بيعود لاستضافة المباراة في شهر يناير اللي جاي تحديدا مباراة كأس الرابطة اللي حتقام الشهر المقبل أثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوديفور تم إغلاق استاذ القاهرة مؤخرا وينقل جميع المباراة اللي كان بيستضفها أو المفروض أنه كان يستضفها بسبب زراعة البذرة الشتوية على أن يعود لاستضافة المباراة الشهر اللي جاي إن شاء الله ربطة الأندية المصرية المحترفة استقرت على أن يكون انطلاق مباراة بطولة كأس الرابطة يوم 7 يناير اللي جاي وتم تحديد مواعيد المباراة وتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة ويتحديدا عقب سحب القرعة حيتم مراعاة مواعيد طبع المباراة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية ده منعا للتعارض ما بين هذه المباراة ومباراة كأس الرابطة